بعد تأكدات الأفريكون في أكثر من مناسبة تزويد روسيا ميليشيات حفتر بأكثر من 12 طائرة عسكرية ها هو موقع The Drive الأمريكي المختص بالشؤون الدفاعية والعسكرية يكشف مشاركة مقاتلات روسية في مناورات عسكرية لميليشيات حفتر بالذخائر الحية قبل أيام الموقع الأمريكي استند في تقريره على الفيديو الذي نشرته ميليشيات حفتر وأظهر مروحيات روسية من طراز ميج 24 في المناورات التي نفذتها الكتيبة 106 وهي تطلق الأشعة تحت الحمراء أثناء طيرانها على ارتفاع منخفض على طول الساحل وهي دليل جديد بحسب الموقع الأمريكي يؤكد ما نشره الأفريكون في وقت سابق حول تولي مرتزقة الفاغنر تحديدا بتشغيلها بل أكثر من ذلك يكشف الموقع حفاظ طائرات السخوي التي شهدت في ذات الفيديو على اللونين الرمادي والأبيض والذين يرمزان لشعار القوات الجوية الروسية بدل من التمويه الذي كان يستعمل عليها في وقت سابق لإخفاء ألوانها لكن الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية لم يتعرف على الحالة التشغيلية لمليشيات حفتر من الطائرات المقاتلة التي زودت روسيا الأخيرة بها إلا أن لقطات الفيديو بيّنت أن الطائرتين على الأقل من طراز سخوي 24 لا تزلان صالحتين للطيران فضلا عن معدات عسكرية مهمة أخرى وهو ما يؤكد أنها قد تعود للمعركة في أي لحظة مع حكومة الوفاق في حال فشل محادثات السلام الحالية ووفقا لمديرة الاستخبارات في القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا هايدي بيرغ فإن روسيا كانت قد أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إلى ليبيا هذا العام كانت قد نفذت ضربات برية ومهام قتالية دعما لحفتر وتحطمت إثنتان منها في وقت سابق ورغم النفي المتواصل للحكومة الروسية أي وجود عسكري لها بليبيا إلا أن الشواهد والمقاطع المصورة لم تدع أي مجال للشك في صحتها بل إن موسكو باتت كالممثل الدائم لميليشيات حفتر خارجيا ولعل حادثة امتناعها عن إدراج ميليشيات الكاني في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان قبل أيام غير بعيدة اشتركوا في القناة